اشتركوا في القناة تايلندي بالقرارات والتوجهات الاقتصادية الخلاقة التي تتبنى حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومنها فتح المجال امام الشركات الاجنبية وتعزيز مشاركتها في المشهل الاستثماري البحريني النشط منوها بتوجهات السمو رئيس الوزراء الموفقة نحو تعزيز التقارب الوحريني الاسيوي والخليجي الاسيوي بما ينعكس ايجابا على مستقبل الجانبين التنموي والاقتصادي فيما اعرب سمو رئيس الوزراء عن التهاني لمعالي السيد برايوت شان اوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند بإعادة انتخابه من البرلمان لرئاسة الوزراء لفترة ثانية متمنيا له كل التوفيق والنجاح وخلال اللقاء اعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن اعتزازه بالخطة المتسارعة لمسار التعاون البحريني التايلندي والذي يأتي تتويجا لحرص حكومتي البلدين على استمرار التعاون البناء بينهما مأكدا سمو اهتمام مملكة البحرين بتطوير التعاون السياسي وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية المشتركة وتشجيع الاستثمارات مع المحيط الاسيوي ومنها تايلند التي اصبحت علاقاتها بالبحرين انموذجا لصداقة التي تسند على الاحترام والتفاهم والفهم الموحد لمختلف القضايا والتحديات منوها سموه بالدور الكبير لمملكة تايلند كعضو فاعل في رابطة الدول الاسيان والتي تحظى بثقل سياسي واقتصادي كبير اسيويا وعالميا وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمجالات الكفيلة بدعمها وتطويرها على الصعود المختلفة كما استعرض سموه مع وزير الخارجية التايلندي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتم التأكيد خلال المقابلة على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند على مختلف المستويات وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومعالي وزير خارجية مملكة تايلند حرص البلدين على المضي قدما في تنمية آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة فيما أعرب سموه عن تقدير مملكة البحرين للدور الذي تقوم به الجالية التايلندية وأسهماتها في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في كافة القطاعات مؤكدا سموه الجالية التايلندية في المملكة تحظى بكل الرعاية والاهتمام من جانب الحكومة من جانبه عرب وزير الخارجية التايلندي عن تقدير بلاده لكل ما يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من جهود من أجل توطيد العلاقات البحرينية التايلندية مشيدا بإسهام السموه الكبير في تأسيس نموذج للصداقة القوية تمثله علاقات البلدين الوثيقة منوها بالاهتمام والرعاية التي تلقاها الجالية التايلندية في مملكة البحرين بنى الحكومة